استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السيدة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكية وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيدة هاريس قد نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن للسيد الرئيس وهو ما بادله السيد الرئيس بتقديم خالص تحياته للرئيس بايدن وخلال اللقاء أكد الجانباني الحرصة على تدعيم وتعميق الشراق الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط مع الإعرابي في هذا الإطار عن التطلع المتبادل لتعظيم التنصيق وتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة بشأن أطر التعاون السنائي في المجالات كافة فضلا عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر